أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا في لقائنا السابق عن تعريف كتاب الله وقلنا على أن القرآن هو كلام الله القديم المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي جبريل أمين وحي السماء المعجز المتعبد بتلاوته المبدوء بصورة الفاتحة والمنتهي بصورة الناس طبعا قبلها المتحدة به كل كلمة في التعريف أنتم مطالبين فيها يعني حكيت أنا بصورة مختصرة كلام الله غير مخلوق فقلنا أن الكلام صفة للمتكلم ومما أن الله عز وجل اتصف بصفة الكمال إذا لكلام الله الكمال وليس مخلوقه وكذا أيضا المنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام المعني بالتنزيل تنزلين تنزيل الأول جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة قدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة كذلك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان لو مكث دهرا يتحدث عن صفاته صلوات الله وسلامه عليه لن يعطيه حقه ولن يوفيه حقه فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء نعم الأمر الآخر بواسطة الوحي جبريل أمين وحي السماء هو الأمين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للوساطة بين الأنبياء والرسل وبين الله يعني هو كان واسطة ما بين الله والرسل لنقل أوامر الله إلى رسله وأنبيائه وكان خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا أن الله وصفه في القرآن في سورة التكوير فقال جل شأنه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وبعدين ربنا بيقول وما صاحبكم له محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون نعم الأمر الآخر قلنا إيه وصف وحي جبريل أمين وحي السماء المعجز قلنا معجز في لغته معجز في بلاغته معجز في علمه معجز في عدده معجز في ما لا علم لنا فيه في كثير إعجاز في القرآن الساعة ما وصلنا إليه ولا نعرفه يعني ما ربنا قال سبحانه وتعالى والخيلة والبغالة والحميرة اللي تركبوها وزينة وقال لك ويخلق ما لا تعلمون تعرفين الآية هذه سيبقى الإعجاز فيها إلى يوم القيامة أنه كل ما وصل إليه الناس من تقدم في وسيلة المواصلات والتنقل كله بيخضع ضمن هذه الآية ويخلق ما لا تعلمون سيبقى يعني الآن لو قلت في عهد الصحابة أن هناك صندوقا يحمل عددا من الناس ويسير لوحده هل كان أحد سيصدق طب الأعجب من ذلك أن هناك أناس يركبون في صندوق يطير في الهواء هل كان سيصدقون ذلك إذن ويخلق ما لا تعلمون وإحنا كمان برغم هذا التقدم اليوم اللي إحنا عايشينه ويخلق ما لا تعلمون إذن هذا الإعجاز لا ينتهي هذا الإعجاز لا ينتهي مطلقا المتعبد بتلاوته كل حرف تقرأ في القرآن لك به كم؟ عشر حسنات لو واحد قال ألف لاميم كم يكون؟ ثلاثون حسن ثلاثون حسن قال المتعبد بتلاوته المنقول إلينا تواترا لا يعتري كتاب الله لا تغيير ولا تحريف ولا تبديل وستبقى هذه الكلمات ملازمة لكتاب الله عز وجل مجللة بحفظ الله إلى يوم القيام ما في حد أبدا كما أدخل أهل الكتب السماوية عليها من تحريف وتبديل وتغيير ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى باق خالد ما دامت السماوات والأرض المتحدى به لعلّة من الآيات العظيمة التي تؤكد هذا المعنى أن الله تحدى به الآية في سورة الإسراء قول الحق جل شأنه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لاحظ أنه لو حتى الإنس والجن قاطبة وقفوا في صعيد واحد من آدم لقيام الساعة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ليه؟ لأنه سبحان الله كلما تعلم الإنسان وكلما ازداد علمه وجد كم في القرآن من إعجاز بما تحوي الكلمة من معنى نعم الإعجاز العددي في القرآن كمان الإعجاز العددي وأسرار العدد التساطاش والكلمات المحطوطة بأعداد مثبتة الدنيا والآخرة الجنة والنار وغيرها من الكلمات فعلا يجد على أنه من وضع هذا الكتاب هو خالق السماوات والأرض وكما قال البعض على أن الخير كل الخير ما شهدت به الأعداء يوم أن قالوا في حقه قال الوليد بن المغيرة في حق كتاب الله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما هو بقول بشر حتى أن الله سبحانه وتعالى مدح قوله في القرآن قال ذرني ومن خلقته وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطنع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر رجع عن كلامه قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول للبشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر كفار مكة لما سمعوا تسعة عشر ملك اللي بهددهم فيه محمد ضحكوا قالوا بس تسعة عشر وما علموا أن ما بين شحمة أذن الملك وعاتقه مسيرة خمسمائة سنة وما علموا أن هؤلاء الملائكة مع كل واحد كما ورد في الروايات تسعة عشر ألف ملك مع كل واحد فالأمر يا جماعة أمر صعب وأمر شديد لكن إحنا ما نذكره هو الخير كل الخير ما شاهد بلادنا سواء قال قيل ذلك أو لم يقل فكتاب الله خالد في نفوسنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا ونحن نعتز به ونجله ونعظمه صحيح الأمة فيها تقصير لهذا الكتاب لكن في النهاية هو فوق كل شيء هو فوق كل شيء كتاب الله سبحانه وتعالى بس نقطة بسيطة أبدأ أنه العالم الغربي هو يعلم ما هو الدين وما هي حقيقة الدين وقداش هذا الدين رحمة والعالم كله بخاف من الدين والإسلام وإن صوره البعض على أنه صورة يعني صعبة وشديدة وغليظة إلا أن الإسلام والدين غير ذلك تماماً هو دين المحبة والسلام والمودة وروح المحبة تسود بين كلمة الإنسان بين الإنسان جميعاً في أرجاء المعمورة كاملة لكن لكن تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى فهم ووعي وإدراك زائد أضف إلى ذلك أنه الإسلام إن حل في الأرض حلت البركة وأن نزع الإسلام من الأرض نزعت البركة كذلك اليوم كل الناس بتقول بدنا الدين بدنا الإسلام لكن القرآن أو شيء مغيّم أحكام مغيّبة فسبحان الله ربنا قال في كتابه العزيز ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا على صعيد جماعة دولة لكن على صعيد الفرد قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وأرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما أود أن أصل إليه أنه حاولوا الغرب أن يزيلوا هذا الكتاب من صدور المسلمين فواحد قاعد بيخطب في مجموعة من الضباط قام ضابط مسك المصحف مزقوا داس عليه فقال له يا أحمق ما هكذا عنيت آلاف الطبعات موجودة بين أيدي المسلمين أنا أريد أن يزال هذا القرآن من صدور المسلمين لأنه به عزتهم وبه مجدهم وبه صولتهم وجولتهم فالمقصد أنه أزيلوه حكماً وأزيلوه تلاوة ولذلك اليوم هنا في قاعة الآن بتضم حركة أربعمائة خمسمائة طالبة لو سألت من هي المتقنة لكتاب الله بحق وأسمعها ستزجد نسبة كام خمسة بالمئة عشرة بالمئة طب التسعين بالمئة الآخرين إذن تحقق لهم ما أرادوا تحقق لهم ما وإن أتقن البعض تلاوته إلا أن حكمه مغيب وربنا سبحانه وتعالى دائماً من توكل على غير الله أو كله الله لمن توكل عليه أو كله الله لمن توكل عليه اليوم بتلاقي حتى سبحان الله يعني الناس في المساجد في كذا فيهان برضو حفظهم للقرآن قليل وانتماءهم إلو أقل كمان سبحان الله فتعظيم كتاب الله يكون تعظيمه بالتلاوة تعظيمه بفهم المعنى تعظيمه بالتطبيق ناتي الآن إلى الحديث عن القراءات السبع والأحرف السبع والروايات لو استمعنا إلى بلاد عربية نحن أصلاً نقرأ برواية حفص عن عاصم برواية حفص عن عاصم أربعة عشر رواية للقرآن الكريم أربعة عشر رواية للقرآن الكريم سبع قراء للقرآن كل قارئ له راويان فأصبح أربع عشر رواية لكن قبل ما أدخل في موضوع الروايات والحديث عنها هناك شيء فيه الأحرف السبع الأحرف السبع هناك أقوال عديدة في معاني الأحرف السبع إلا أن القولة الأرجح فيها على أن الأحرف السبع غير القراءات السبع وإنما جاء العدد بالتوافق من قبيل القضاء والقدر وليس الأحرف السبع هي القراءات السبع قال أصحاب هذا الرأي على أن الأحرف السبع هي الكلمة الواحدة بسبع معاني إذا جاء نصر الله والفتح إذا أقبل نصر الله والفتح إذا أتى نصر الله والفتح ذلك تيسير على الناس نبي عليه الصلاة والسلام يقول استزدت جبريل فزادني حرفين فاستزدت فزادني ثلاثا حتى بلغ الأمر كام سبعة أحرف نعم يعني كان هذا الأمر يقرأ به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما كانت خلافة عثمان بن عفار رضي الله عنه واتساع رقعة الدولة الإسلامية وبدأ الخلاف بين الناس في الكلمات فجمع كبار الصحابة جمع عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وهو رضي الله بن عفان وبدأ يستشيرهم في الأمر فأشاروا عليه برأيه أن يجمع القرآن بحرف واحد يعني بكلمة واحد شعب تجيب علاقة معاني الكلمات كلمة واحد ونقلت طبعاً وكتب ونسخ هذا المصحف وسمي بالمصحف العثماني فما كانت توضع آية إلا بإيه بالتواتر وناس عدوا الثقات كانوا يكتبونها ولو طلعت للأربعة اللي غير عثمان أو حتى مع عثمان ستجد أن لكل واحد فيهم حكاية فعبد الله بن مسعود قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد إذن هذا فضل ولا مش فضل طبعاً فضل الأمر الثاني أبي بن كعب هذا على حد علم أمرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه يوماً فقال يا أبي يا أبي فقال لبيك يا رسول الله قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البيّنة قال له آه الله ذكرني باسمي ربنا يذكرني باسمي قال نعم قال فما وجد فريحاً للدنيا بشيء أفرح أشد من هذا فرح سبحان الله إن ربنا يذكر أبي شوه الفضل وجمع عمر بن الخطاب الناس عليه في صلاة الترويح ولم تكن قد صليت جماعة في عهد رسول الله يسول الله أو في عهد أبي بكر والثالث اللي هو مين علي بن أبي طالب والكل يعلم فضله بعض الناس اليوم مما يقول لك في تشيّع لعلي وكذا وكذا مما يقول لك كأنه لا يريد أن يذكر آل البيت خشية من يقول لا طبعاً أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بأهل البيت بل إن آل البيت أحب إلى قلوبهم من أي شخص آخر ولذلك إحنا دائماً المسلمين أهل السنة والجماعة عندما يصلون على رسول الله صلى الله وسلم ماذا يقولون اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الآل والصحب الكرام الأطهار الأبرار الذين ارتضاهم الله عز وجل الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى طبعاً هؤلاء الخمسة جمعوا القرآن بمصحف واحد فإن اختلفوا في الكلمة كتبت بلسان قريش أي بحرف قريش نعني بحرف اللكنة نعني بالحرف هي اللكنة كذلك انظر إلى أنه لما كتب القرآن كتب بالمصحف العثماني كتب غير منقط غير مشكل ووزعت النسخ على الأمصار شوف تصور أنت كتاب القرآن مكتوب بغير تنقيط ولا تشكيل وبدأ بعد ذلك طبعاً في القراءات والروايات مصدرها النبي عليه الصلاة والسلام بقيت ثابتة القراءات أو الروايات تختلف عن بعضها البعض مش في معنى كلمة لا وإنما اختلافها تلك فيها إمالة وتلك ليس فيها إمالة هذه إمالة صغرى هذه إمالة كبرى هذا حذف هذا إضغام هذا تسهيل هذا زيادة في المد هذا إيه؟ ترقيق للرأي أو تفخيمها طبعاً بلاد المغرب العربي المشهور عندها قراءة ورش عن نافع والمشهور في ليبيا بل هو الأساس والقاعدة قالون عن نافع المدني والمشهور عندنا أهل الشام وأهل جزيرة العربي ودول الخليج ومصر وغيرها اللي هو إيه؟ حفص عن عاصم يعني قيل أنها سيدة القراءات وقيل أمها لحفص عن عاصم نعم هذه الرواية التي نقرأ بها لا تختلف كثيراً عن الرواية الأخرى تحتاج لفهم ووعي واستيعاب وإدراك فعلى سبيل المثال أنا أضرب مثلاً ورش عن نافع كل منا يعلم مثلاً سورة والضحى تقرأ برواية ورش عن نافع ولنقرأها بحفص قراءات بحفص حفص مثلاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى فأما اليتيماً فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لو قرأت لورش ما في فرق في الكلمة إنما في الإمالة وغيرها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما قلتش بالضحى في إمالة صغرى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى طبعاً ما بتبقى من الصورة تماماً كحفز يقرأ شف كيف؟ إذن هل تغير معنى الكلمة كما رأينا سابقاً؟ ما في تغير في نفس الكلمة الموجودة في المصحف العثماني في قراءة مثلاً خلف أنا بعطيكم نمط نمط لهذه الروايات حتى الإنسان ما يستغرب عند سمائها إن كنتم تسمعون أنتم تسمعون لحفظ دائماً حاولوا أن تسمعون لو حطيتوا على اليوتيوب أو شيء بعض القراءات ستسمعوا الكلام فلما نقرأ مثلاً برواية خلف عن حمزة اللي فيها السكتات على الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم القراءات والروايات هذه كلية اسمها كلية القرآن كلية القرآن بيدخل فيها الطالب حافظ القرآن برواية واحدة يمتحن في ذلك فإن نجح في الامتحان دخل الكلية بيدرس الأربعة عشر رواية كاملة يخرج عالماً بكتاب الله وأي شرف أعظم من هذا الشرف العظيم طبعاً هناك فوائد للأحرف للأمة وفوائد للقراءات والروايات ولكن ليعلم الجميع على أن من شاء الأحرف السبعة ومن شاء القراءات والأصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع قراء بثلاثة عشر راو بأربعة عشر رواية لأنه في راوي روعاً مين عن اتنين وهناك ثلاث قراءات مكتوبة في آخر المصحف أو في آخر الكتاب أو في آخر الموضوع أبو جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف ابن هشام هؤلاء الثلاثة الصحيح أنها متواترة يعني الأرجح أنها متواترة السبع لا خلاف فيها وأما الثلاثة فإيه فخلاف لكن الأرجح أنها متواترة الصحيح أنه قرأ بها النبي عليه الصلاة ونقلت إلينا بالتواتر فيصبح للقرآن الكريم كم قراءة عشر قراءات بعشرين رواية للقرآن الكريم طبعاً الأمر هيك ويشق ويصعب المطلوب حفظه كتأسيس لأي طالب غير تخصص الشريعة والدراسات الإسلامية أن يحفظ ما هي الحروف السبع حتى ما حدش يسألني بعد ذلك المطلوب كله قراءة يقرأ ويفهم ويعودك لأن الطالب في الجامعة يا بنات مش لازم يكون كل حاجة يعتمد على المدارس لابد أن يبني شخصيته في قضية القراءة لأن أنت لما تتخرج من الجامعة أخذت مفتاح العلم فما هي ملكتك ما هي قدرتك على القراءة من الكتاب والفهم والإدراك فلا تحتاج لمعلم كثير هو مجرد موجه نعم فلننتبه لهذا فالأمر واضح أن ما هي الحروف السبع ما هي القراءات السبع ما الفرق بينهما ما الفرق بينهما فائدة معرفة الأحرف السبع فائدة معرفة القراءات السبع هذا كله مهم زائد القراءة السبعة لازم أحفظهم نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمر البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي والكساء الكوفي ها وحمزة الكوفي هذول الثلاثة صيانة متعدة خلينا نمشين بالسبعة نافع المدني له قالون ورش وابن كثير المكي له البزي وقنبل هذه الأصماء حفظوها وثالثها أبو عمر البصري له السوسي والدوري والرابع ابن عامر الشامي هشام وابن ذكوان وعاصم الكوفي شعب وحفص وحمزة الكسائي خلف وخلاد والسابع الكسائي الكوفي أبو الحارث وحفص الدوري مش قلنا الدوري عن أبو عمر البصري أخذ وأخذ عن مين وعن الكسائي الكوفي فأصبح ثلاثة عشر راو للقرآن لقراءات القرآن ثلاثة عشر راو لكن كم الروايات أربعة عشر الروايات أربعة عشر رواية للقرآن الكريم نعم لا أريد ترجمة هؤلاء إنما اقرأوها اقرأوا عنها لكن ما أريده هو ترجمة عاصم وترجمة حفص كاملة ليست الأسطر المكتوبة وإنما أفردتها في صفحتين أو ثلاثا عنهما في نهاية المبحث يطلعوا عليه ولخصوه ولا أحد يسألني في هذا المقام أو الباب قد يسأل سائل يقول هذا من قبيل المتخصصين يعني ليش نحن ندرسه يا جماعة القرآن الكريم لابد للإنسان أن يكون عنده القواعد والأسس فمن أرادت من كنا ويريد أن يكرمها الله سبحانه وتعالى ليس بقراءة أو رواية حفص عن عاصم وإنما بروايات أخرى فالأصل إنه إيه إنه يكون هناك انتباه ويكون هناك نوع من أنواع التأسيس أقول لك لو حتى في البيت أنت سمعت لا تنكر على من تسمع بل تستطيع أن تحدد روايته أو قراءته التي يقرأ به طبعا من استعراض بسيط لترجمة هؤلاء الأعلام أريد أن أريد أن أبين أمر واضح أنه سبحان الله رب العالمين من خلال استعراض ترجمتهم أطال الله عز وجل في أعمارهم وبارك الله لهم في أعمارهم يا جماعة في إنسان بعيش عمر بس بعيش أعمار إلى جوار عمره فالناس بعد الموت ثلاثة أصناف صنف يموت ويموت لا يذكر وصنف يموت ويذكر بالسوء وصنف يموت ويذكر بإيه بالحسن ذكر الحسن أو الذكر الطيب الذي يموت ويموت ما عمل حاجة في دنيته ما عملش حاجة اللي الناس والأجيال تتناقلها وتتورد صنف الثاني عمل سوء اللي بناله خمارة ولا دل واحد على معصية ولذلك يعني يمكن أشد آية على المؤمنين هي قول الحق جل شأنه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لاحظوا يعني كأنه أثر الإنسان الميت يلحقه فالأثر إما أن يكون بالطيب وإما أن يكون بالصالح أو الطالح بالصالح أو الطالح ولذلك انتبهوا الى أن يكون ذكراكم بالصالح في ناس أموات تحت التراب لكنهم أحياء بين الخل بالذكرى الطيبة وفي أحياء بإيه بالذكرى السوء فأبو لهب على سبيل المثال خلد ذكره إلى يوم القيامة لكن بالخير ولا بالشر بالشر أبو لهب زيد زيد بن حارثة بالخير فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هذه همسة أقولها لكم ولغيركم لو سألنا عن أعظم جراح في العالم الإسلامي أو أعظم كاتب أو أعظم كذا أو أعظم كذا ستجد أنه فيه يعني القليل يعرف وبقية الأمة لا تعرف اسمه ولا تعرف حتى تفاصيله سبحان الله وليس ذلك إن قاصا من قدرهم لهم قدرهم ولهم شأنهم فيا فوز ويا فلاح من أخلص منهم لله في عمله طبيب الجراح لو أخلص مهندس لو أخلص العالم لو أخلص الكذا كذا لو أخلص فانظروا طب سؤال هناك أسماء اللمعت في سماء القرآن الكريم فالشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاة والشيخ السوديس والشيخ سعود الشريم وهؤلاء جميعا والحذيفي وغيرهم كلهم كلهم أطهار أبرار نسأل الله سبحانه وتعالى لا نزكي على الله أحد ذكرهم مرفوع بين العالم الإسلامي ولا لا ولا حتى الدول غير العربية تعرفهم أكثر من العرب والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود علي البنة وغيرهم جميعا رحمهم الله رحم الله من مات وإيه وأحسن ذكره من بقي إذن من الذي رفع ذكرهم كتاب الله القرآن هذا ما أود إني أقوله وزي ما بنقرأ اليوم هين اليوم في جامعة بعد ألف وخمسمائة سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ألف واربعمائة سنة لأن كلهم في المئة مئتين سنة الهجرية الأولى خليها ألف وثلاثمائة سنة نذكر أسماءهم ويطلب منكم حفظ هذه الأسماء أليست هذه بركة كتاب الله أم لا وتقدم في امتحان فيها فعلا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نأتي الآن إلى فضل كتاب الله سبحانه وتعالى المطلوب حفظ أسماء القراء والرواه دون ترجمة إلا حفظ وعاصم وكذا أيضا حفظ الثلاث قراءات اللي قلنا عنها الصحيح أنها متواترة وأما الأربع قراءات الشاذة فغير مطلوب حفظها الأمر الثالث الأمر الثالث فضل القرآن الكريم القرآن الكريم له فضل عظيم يظهر أثر هذا الفضل من خلال آيات القرآن ومن خلال أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الكثيرة التي لا تعد ولا تحصل في فضل القرآن وفضل صوره وفضل قارئيه وفضل مطبقه أسمع همسا ماذا؟ الأمر الأول اللي هو الآيات أنا ذكرت آيتين من آيات متعددة قول الحق جل شأنه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تخسر لن تكسد هذه التجارة وصدق القائل صدق القائل الذي وافق معنى هذه الآية إياك في التعامل تقول الآية وافقت حديث أو وافقت قول فلان وإنما قل الحديث هو اللي وافق القول هو اللي وافق بيت الشعر وافق الآية إيش بيت الشعر؟ أخي هاك علما حازه غير خاسرين ملهم من قال هذا البيت صحيح المعنى وافق آية في القرآن وصحيح ترتيب حروف الحلق على حسب مخرجها من الحلق نعم فالآية الثانية الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به شهد الله بالإيمان لمن قرأ القرآن بأحكام التجويد قرأة القرآن بالأحكام وإتقانه ليس شيئاً سهلاً أيها الأخوات شيء يحتاج لدراسة يحتاج لتمرس يحتاج لوقفة نعم نأتي إلى طائفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين فضل الدنيا والآخرة على قارئ القرآن الكريم والعامل بأحكامه فأولاً قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه شفيعاً لأصحابه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه يعني سبحان الله في وقت يتخلى عنك أعز الناس عليك ولدك أبيك أمك أخاك إخوتك أهلك عشيرتك الكل يتخلى الكل إيش بيقول نفسي نفسي يأتيك كتاب الله الذي كنت تحفظه وكنت تقرأه وكنت تطبق أحكامه فيشفع لك عند الله شوف عاد هذا هو إيه التخلي يوم القيامة من الأهل والأحباب ويأتي القرآن فيكون هو حبيبك وهو قائدك إلى الجنة بإذن الله قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما ربنا وفقكم جميعاً وربنا يكرمكم